المطار واجهة أي دولة ومرآة حداثتها وأول ما يراه الزائر ومطار الكويت لم يشهد أي توسعة منذ إنشائه قبل خمسين عاما لكنه ينتظر توسعة تزيد سعته الاستعابية المطار الجديد حالياً اللي إحنا قاعدين بصدد إنشاءه نرسيه على أحد أفضل الشركات العالمية ومن ثم رح نبدأ بالإنجاز الإنجاز مدة خمسة عشر شهر رح يصير نقلة بالنوعية وراح يكون في من التقنيات اللي تسهل عملية السفر وتسهل عملية حتى الشيك إن المبنى المساند الجديد صمم على ضوء الاحتياجات البشرية ويقدم خدمات متميزة خاصة لذوي الإعاقة بعض الخدمات الخاصة مثل السي آي بي السي آي بي هذه عبارة عن الناس اللي تبحث عن التميز عندنا الخدمات حق الناس المعوقين عندي أنا فريق الحين حتى قاعدين يدرسون اللي هو لغة الصم المساحة للمطار الجديد تقريباً سبعين ألف متر مربع التوسعة المنتظرة أمل للعديد من المواطنين في التخلص من الأمور السلبية التي يشهدها المطار حالياً يقعد كل ماله يزيد عدد السكان بالكويت ولازم يكون التوسعة أفضل يفضل يكون أكثر تقنية تعاوم بالحاصب الآلي أحسن من الورق ما الورق والأمور هذه والتأخيرات لو مطار يكون أكبر يعني يستغل المسافرين أكثر يعني مثل دول خليج راح يكون أفضل الكويت يعني كمطب منص العالم يعني يكون ترانزيت حلو حق الكويت ما تكون فيه زحمة يكون فيه يعني جميع الأساسيات التي يتمناها المسافر والمغادر يعني مطار مثلا مطار دولي يعني مطار واجهة بلد مطار ما يحتاج واحد يعني مثلا بالتسوق والتسوق داخل مثل السوق الحرة يعني نفس المطارات الدولية هذه التوسعة ستشهد عهدا جديدا مشرقا لمطار الكويت الدولية ليحلق عاليا في رحاب التزامه بالموعيد وانتظار حلم المشروع الجديد لمطار الكويت الدولية مروم حرم تلفزيون دولة الكويت ترجمة نانسي قنقر